مساء الخير وأهلا بيكو حلقة جديدة من منتهى الجمال زي ما عودناكو ان برنامجنا بيبقى فيه كل حاجة في منتهى الجمال وحلقة النهاردة من أولها لأخيرها فروم A to Z جمال في جمال سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان دون عن سائر المخلوقات عنده الحس الفني التزوق للفن والرقي بيحب دايما بيعشق كل جميل ده اللي بيميزنا عن أي مخلوق تاني وإحنا بطبيعتنا لو قاعدين مثلا في البيت بنكون بنحب يكون في ديكورات حتة أنتيكة كده حتة الطحفة كده المكان الفاضي ده عاوزين نجيب فيه مش عارف ايه لأ طبعا عاوزة مراية فيها شكل أنتيكة معين فيها زخرفة فيها رسومات فيها فن مش مجرد أي حاجات كده وخلاص مش بس في البيت لأ ده احنا كمان تلاقينا في الشغل عاوزين مكتبنا ده يعني كده ايه أصر عاوزين متحف بنقعد نجيب حاجات المكتب عاوزينه كذا كرسي كذا مش بس كده لأ ده حنا كمان خروجاتنا حتلاقينا لما نروح قتلات أو مطاعم أو كافيهات بنقعد برضه نبص على شياكة المكان ونقعد نبص آه المكان ده شيك لا المكان ده مش شيك وشياكة المكان وديكوره والزوء فيه اختيار الأساس بتاعه ده بيفرق جدا جدا مع العميل حلقة النهاردة هتبقى حلقة استثنائية ليه؟ لأن احنا كلنا بتواجهنا مشكلة أول ما بتعجبنا تحفة كده أو قطعة أساس فنية بتعجبنا جدا ونشتريها نيجي بعد كده نلاقي مثلا إنها طقطقة اتقشرت مالهاش عمر بتبوص بسرعة فدايما نقول ياه شكلها حلو من برا بس للأسف الخامات بتاعتها وحشة فنتطر نروح ايه حد يقول لنا طيب احنا بقى فيه حاجات جاية من ضميات ومش عارف ايه وكشب قوي وفيه متانة ونروح نجيبها بس معلش الزوء مش قوي ما حصل ايه بص للخامة فبنقع كده ياما خامة ياما فن وزوء فمش عارفين نعمل الميكس ده حلقة النهاردة بقى معانا مكان قدر يعمل المعادلة الصعبة قدر يعمل يوفق بين فقامة ورقي المنتج والقطعة الأساس وفي نفس الوقت عنده قوة ومتانة الخامة فجمع بين الاتنين يعني ممكن كده القطعة اللي تشتريها من عنده يعني تفضل العمر كله زائد كمان الفقامة والرقي في قطعة الأساس وكأنها أنتيكة تحفة فنية النهاردة معانا ضيف حلقة النهاردة هو أساسا محل المالي بدأ يتجه لعالم الرقي والفن والأساس منذ عام 2014 لما أوحت ليه زوجته أنه يبدأ في المشروع ده واشتركت معاه وكانت سند ليه ونعمة الزوجة المصرية الأصيلة وهي عندها زوج رفيع جدا وحنعرف منه الحكاية كلها وإزاي بدأت وإيه اللي حصل حنعرفها من ضيف معنا النهاردة ومشرفنا في الستوديو أستاذ ميشيل صبحي صاحب كيرو مارو أنتيكس برحب بحضرتك أهلا وسهلا بك أهلا بك أحنا عايزين بقى نعرف الحكاية أنتو إزاي بدأتوا مشروعكم وإمتى بعد الثورة طبعا ناس كتير الحال طبعا في البلد كان ضعف جدا والكلام ده أنا كان كله شغلي بمضاربة على أسعار الدولار سبت المجال طبعا سعر الدولار كان في الوقت دا عالي جدا فسبت المجال ده خالص وطيرت تحول للأساس كانت الأساسا فكرة المدام عندي مدام ميرفت بنحية طبعا من هنا من برنامج منطقة الجمال تحية خاصة لمدام ميرفت كانت فكرة المدام عندي أن احنا نشتغل في الانتيكات حاجة احنا بنحبها وفي نفس الوقت اختيارنا للقطع حلو جدا وده بيعناكس طبعا على بيتنا بيتنا طبعا الحمد لله أشكرك يا رب زي الفل مدحف والضبط كده ماشاء الله تمام أخدت منها الفكرة وابتدت ندرسها نوهية بالتفصيل سنة سنة ابتدنا قطعة قطعتين ثلاثة طب الموضوع كويس طب الموضوع مشي طب ابتدت رحت دنيات جبت منجار من هناك منجار عجوز نقلته هو بحياته بأولاده كله كلهم في البساتين عملنا ورشة ورشة كبيرة بدنا من فروم سكيتش من السفر عملنا ورشة كبيرة وكل قطعة بنعملها بقى ما نعمل قطعة عملنا 2 و 3 و 4 و 10 كنا بنعمل كميات والحمد لله وتوالت النجاحات طيب كل طبعا يعني حضرتك دلوقتي بقت في السوق لازم أنا علشان أبقى متميز ومتفرد في السوق لازم يكون في حاجات بتميزني إيه اللي بيميز كيرو مارو عن أي حتة تانية مكان تام كيرو مارو أنا بجيب الخشب خشب زين أحمر روماني مبخر بجيبه بيدخل الشغل بجيبه بيدخل الشغل بيدخل القيمة خشب أصلي مش لسه خشب أحمر روماني مبخر طلعت منه الرطوبة عشان يقدر يستحمل القيمة ويقدر يستحمل الدهان تمام بجيب الخشب تمام بيتصنع بيدخل طبعا بستخدم فيه أنظف مكونات آه الخامات 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 الجيدة بتبقى عالية سنة آه تمام آه بيتحط طبعا فيه أجود الشغل أجود الخامات أجود كل حاجة فبيطلع الشغل آه متميز آه في الصلة حلوة جدا آه زائد كمان الزق تمام آه دي حاجة الحاجة الثانية التكلفة بتاعته بالنسبة لي أنا بعمل بعمل آه كميات فالتكلفة بتاعته بتقع ببقيمة رخيصة فبقدر أن أنا بيع بقيمة رخيصة تمام يعني كمان الأسعار عندك جودة كويسة وقطعة رخيصة يعني مثلا لو أو حد جي يشتري من كيرو مارو ولقى التحفة دي والخمات والمتانة هيتخض بقى يقول دي أكيد بقى الأسعار ايه خيالية بالضبط بيحصلوا في نفس الوقت الناس كده يبدو ايه ده معقولة طب قويس طب أسعارك يبقى قولها للمشاهد الأسعار يعني هل آآ الأسعار في متناول الجميع أي حد ولا الدنيا بقى نتعاوز اللي عنده فيلال وقصور لأ آآ ده وده آآ ده وده عندك كل حاجة يعني يناسب جميع الفئات بالضبط يعني اللي عنده مثلا آآ امكانياته قليلة يقدر يشتري من كيرو مارو والإمكانياته عالية جدا يقدر يشتري على حسب الطلب بيحيق تمام طيب يبقى كده اللي بيميز كيرو مارو انه هو بجمع بين الفخامة والرقي والفن زائد الخامة الجيدة جدا والشغل النظيف جدا بيحيق تمام طيب آآ كتير من الناس بتطلب آآ يعني بيجوا اكيد يطلبوا تصميمات معينة يعني عايز التصميم ده وده وده آآ هل انتو بتدخلوا في تقولوا يعني انت شايف ان التصميم ده مش هيبقى كويس قوي فبتدخلوا وتقولوا لأ طب ايه رأيك تقترع عليه لو عملنا دي هتبقى احسن طب ايه رأيك لو غيرنا مش عارف ايه بتدخلوا ولا بتسيبوا زي ما هو عاوز لا اكيد لازم اتدخل لسبب صغير انه في الآخر لما اي حد يدخل بيته ويشوف القطعة اول كلمة بيقولها له طب انت جايبه من عند مين ايه تمام فجايبه من عند مين دي بنعكز زوء صاحب المكان وزوء اللي بايع تمام فلازم طبيعي لازم اتدخل ممكن اتدخل في اللون ممكن اتدخل في كتعة نفسها ممكن اتدخل في الرخامة طب عميل مثلا طالب رخامة اخضر هندي طب ممكن تصور لي المكان تحطه فيه شكل ما ما لاقيش اي حاجة حوالي لون هاخضر طب حدرك عاوز اللون الاخضر ليه تمام اول افضل اه رخام بوني برادور ده هيبقى يعني بتسأله كمان ممكن تدخل فيحكيه لك اصلا عاوز كزا فممكن تحل له المشكلة تقول له لأ او كده طب افرد واحد بقى لك لأ والله انا مبسوطة انا عاوز التصميم ده بيحصل بحاول اقنعه بكزا طريقة طب الفارش اللي عندك اخباره ايه يعني حصل فعلا النجاح اه حقيقة طب الفارش عندك اخباره ايه طب ممكن اجي ارفع المقاسات ونتفاهم في كل التفاصيل مفيش مشاكل تعالى بروح عنده بشرح للموقف طب ده هنا كزا ده هنا كزا طب ده هنا افضل طب بص الموديل ده مهم لازم اوصل معايا لديل احنا الاتنين متفقين عليه وفناس يعني يستجيب وتقنعه في الاخر طب كويس قوي طيب تمام اه في برضو مشكلة تانية بتواجه برضو احنا بنحاول نجيب الحاجات اللي ممكن تواجه العملاء يعني مثلا انا بشوف حاجة شفتها في كتالوج في علنات عند حد عجبتني جدا جدا وجيت بقى قلتلكو اه انا عاوزة الحاجة دي او ردكو صورة انا عاوزة ده وده وده وانتو مثلا حصل هل حصل قبل كده ان جيت وتعملوا تصميم وطلع مش هو زي اللي انا عاوزة ازاي حلتكو؟ اصل الصورة اللي بتطلب بتوصل للعميل اصل الصورة بتوصل بكل تفاصيلها بكل تفاصيلها الدقيقة جدا اه ليه؟ انا بصور المنتج اللي هو عاوزه وبتكبر الصورة تمام؟ يعني ممكن في بعض التطشات العميل ما ياخدش باله منها اذا كان مثلا دي القشرة دي سادة ولا ماركت ريك تمام؟ انا مع تكبير الصورة بدخل في تفاصيل 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 المنتج تمام؟ عند الاستلام بيبقى اصل الصورة اللي طالبها اصل الصورة اللي قدامه تمام يعني معندوكوش مشكلة انتو عندوكو انتو بروفاشنال لدرجة ان انتو معندوكوش اصلا المشكلة دي تمام كويس اوي طيب احنا عايزين نعرف برضو تاني ايه هي الخامات المستخدمة في الموديلات زي ما قلت لحضرتك خشب زين احمر روماني مبخر تمام طب معنى الكلمة ايه؟ يعني ليه مبخر؟ معنى كلمة مبخر ان هو طلعت منه او تبخرت منه الرطوبة طب ممكن استخدام خشب زين عادي هو ده زين وده زين مسلا تمام؟ لا الخشب الزين اللي هو فيه رطوبة واحد ما يقبلش مش ما يقبلش هو بيقبل قيمة بس بيبقى القيمة بتاعته مش بتتحفر بنفس الجودة تمام وفي نفس الوقت ما بيقبلش الديهان اه تمام؟ مع الوقت بينطر الديهان لك الاحمر الروماني المبخر بيبقى عطشان لاي حاجة فلو جي عليه اي نقطة الديهان بيمصاب تبقى هو ايه والديهان واحد تمام؟ تمام طب ده الاحمر الروماني افضل كتير من خشب الزين اللي مش مبخر تمام طيب فيه برضو حاجة ثانية احنا بيعجبنا حاجات او يعني منتج او موديل معين فنلاقيه ده رخيص وده غالي ليه بقى؟ انا عايزة افهم هاد ايه اللي يخلي منتج رخيص و ايه اللي يخلي منتج غالي؟ ممكن يتعامل احداك ممكن تشوفي احداك ممكن تلاقي اه كتعتين اصل وصورة دي بسعر ودي بسعر تاني خالص خالص اه صحيح تمام؟ دي معمولة بخشب زين ونقطة ودي معمولة بخشب زين احمر ومعين بخر دي معمولة باشرة جيدة مت متفقفقش او تكون تحطيها او تقشر تمام؟ دي مع الوقت مش يحصل فيها اي حاجة تمام؟ تمام؟ مش بتبان غير مع الاستخدام مش بتبان غير مع الوقت مش بتبان غير لما يتحط الكتعتين يتحطوا مع بعض في نفس الأجواء حر جوه حر مسلا. تمام. تمام? واحدة هتفق فق واحدة هتفق فق. واحدة هتنطر الديهان اللي عليها. واحدة هتحتفظ بيها. العميل مش دايما عنده الخبرة الكفاية. الخبرة اللي يقدر يكشف الحر اي ما صح. فلازم يكون حد عنده يعني عنده خبرة. عنده خبرة عنده ضمير على قليل. ضمير صحيح. عنده ضمير شغله. تمام? عشان يطلع حاجة جودة. وفناسة الوقت هي اولا واخيرا سمعة. صحيح. طيب احنا دلوقتي في بقى شوية صور من الموديلات بتاعتكم. عايزين بقى نشوفها. وتظهر دلوقتي على الشاشة. اهي زي ما احنا شايفيت. فحضرتك بقى تعلق. دي غرفة صفرة ايوها. اه. اه. غرفة الصفرة دي ربعية الابعاد. يعني ايه? يعني فيها حتة في قلب سائط. القلب ده كله طعم نحاس داير داير. تمام? مع الازاز مع اللون مع الاضاءة بتبقى شكل ترابيزه. بتدي اه منظر تاني خلص. ودي برضا نفس الحكاية. اه. ربعية برضو. اه. ربعية الابعاد. دي ترابيزة اه مدخل صغيرة. اه. قشب زين. احمر وماء مبخر. قيمة. اه. نوع التدهيب. نوع التدهيب بيفرق من من حاجة التانية. كمان. في تدهيب. كمان احنا بقى نتكلم على نوع التدهيب بس نتابع الثور. الاول. ده طعم الكربية. اه. جنب هو اثنين كرسي. اه. تحس فعلا القطع يعني بحد ذاتها انتيك يعني القطع التحفة. يعني تحب انت تدخل طعب تسرع في الجمال الموديل فعلا. الحلوة جدا وشيك جدا وتحفة جدا. حلوة جدا. راقي. اه. دي ايه بقى? دي ترابيزة صفرة بست كراسي اه اربع درج اه في الترابيزة نفسها. تمام. اه اه اشفا ماركت ريو على اه. ده طعم اه صالون كنابة واربع كراسي. اربع فتائي. رقيق قوي. يعني دايما الصالون بيبقى ده رقيق كده. اه فيه ناس بتحب الحاجات السمبل ناس بتحب الحاجات الضخمة. اه الحسها زي القصور كده. طبعا ارقام التواصل على الشاشة صفحة كيرو مارو وانتي يكثر التواصل مع كيرو مارو. دي ايه بقى?ESE ترويية مدخل كترة مياه عشرين. تلاتة رجلي اه قيمة اه عالية جدا. اه المذهب بتاعها ورق دهب انجليزي. اه. انت حسيها اصور. بظبط. وارخان بتاعها بايان. انجليزي فعلا يعرف. فخمة الغرب بالذات الانجليز عشان هم عندهم الكلاسيكيات دي. بالضبط. يعني بيحبوها قوي. اه كلاسيك الانجليش دول كلاسيك فعلا. ايه ده بقى? ورفة صفرة برضو ربعية لبعد. ام. دي اه مئة وتمانيين. حسنها انجليش برضو. انجليش دي? طب والله انا عرفتها لوحدي. هيبقى عندي خبرة. انجليش باينة جدا. ده ايه? ده طعم وقربين. كنبة وكرسين. ده مدهب برضو? اه مدهب اه. اه مدهب. كنبة وكرسين برضو طعم وقربين كنبة وكرسين. دي صفرة. اه. اه. الكلاسي كنية. لا دي مش ربعية لابعد. دي اه اشرة عادية اشرة مركطري. اه صفرة عادية دي اه. اشرة مركطري متعامن حس. دي ايه? دي واحد ادراك سبعة درج. اه دي بتتحط بقى مساحة فضية كده? المساحة الصغيرة. اه المساحة الصغيرة عشان ما تاخدش مكان. برضو طبعا دي ما دخل تاني. طبعا للتواصل اه الاركام على الشاشة. دي ايه? دي. ده كونسول. اه. او فيه ساعة من فوق بس مزهرة في الصورة. اه. دفاية. دفاية دي? ماشاء الله. مدهبة. مدهبة ورقة دعاءة انجليزية برضو. ده برواز تاند ما تخل. ده برواز ملكي. واضح جدا. ده عرض مية واربعين وارتفاع اثنين متر ستين. اه فعلا فيه فخامة. اه لحاجة عندكم البساطة والفخامة. يعني فعلا عشان تناسب جميع الازواء. ده هند ميد. يعني ده وكيد بقى يعني برضو سعره يعني. اه هو سعره اه انا عارف اصلا عارف الهم ميد انا عارف. اه ده يبقى قلبه فيه ده. ده فخامة برضو. الزبت اهو عرض اثنين متر واربع خمسة درفة في درفة ميلونة في النصف ازاز. اه روخام بونين برادور هو كلهم طعم الحاس. والفخامة باينة. ايه ده? ده اثنين بجير وكونسول في النصف. اه سازلونج. ده بقى للهدوء والريلاكس بقى. اه. وملكي برضو على فكر. اه. ده كابتونيه متعم كريستال. كريستال. واو. هل عاجي عدوكم التنوع. ده ابو كريستال. ايه ده بقى? اه بانكت واتنين باف جنبيهم صغيرين. اه ده الحلوين اه. بربان. اه ده بقى اللي بيجوا بقى في الافلام بيلبسوا كده ورا. بزبت. والنحية التانية مرية. ايه واللهي حلو. حلو جدا. هو فكرته حلوة اه جدا. اه اتجاه كابتونيه والنحية التانية. واحد حاجة الوانكو بصراح. الالوان كمان. اه متناسب معلون اللغو والاخرميز والمكتب والأهو اثنين كورسي انتيك اه انتيك ظاهرة عباد شمس ظاهرة عباد شمس التدهيب ورادهاب انجليدي دي ايه؟ دي غزامة دارة مئة عشرين مش باينة صغيرة فعلا حلوة كده مش وقت ده مكان دي اربعة درجة من جوه اربعة رف من جوه اه تمام مكتب اه مكتب ده حلوة اول مكتب ده صراحة مكتب ده مدير كده مكتب مئة عارض مئة تمانين وكرسي واثنين فتاة جنبي اه لا دي بقى الصورة دي لها قصة لها قصة احنا عايزين نعرف القصة والرواية اسمها ايه الاول ده عموستان هنسبت عليها شوية معلش يا جماعة الصورة دي اه دا اسمه نحاس بول نحاس بول تمام النحاس الستاند ده لي اربع جوانب تمام والاربع جوانب بنفس الشكل النحاس ده النحاس ده مفرغ يعني بيتجاب لوح النحاس تمام اه اه تلاتة امن عشر من الملي بيتجاب لوح النحاس مع اربع خشب اربع الواحة نحاس مع 4 خشب نفس الشكل بتاع القمود تمام تمام وتحطوا كلهم فوق بعض ويتنشر كلهahan بتاعت النحاس دي تتشر كلها 8 في 7 مع بعض 4 خشب وال 4 نحاس حلوة عشان هيبقوا كله نفس الشكل النحاس اللي بيطلع هو دا النحاس اللي بيتحط النحاس اللي بيتفرق هو دا النحاس اللي بيتحط بعد كده روح الخشب ويتحطي فيه النحاس اللي طلع. الحياة اللي اتفرغت دي اللي بتحطي فيها النحاس. الحياة اللي اتفرغتش دي اللي بتبقى خشب. تمام. عشان ما يتحطي اليد عليها بيبقى النحاس والخشب حتة واحد. جميل. ما تحسيش بفارق بين النحاس والخشب. تمام. عشان كده ده سعره غايل. واضح. ده مش ناس كتير اللي بتقدر تقدر طريقة صنعة النحاس البول ده وتقدر تقدر ان هو ليه غايل. اه لان هو بتاخده انتو مجهود كبير جدا في عمله. ده يكفي 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 فقط التفريغ بتاعته. ده يكفي ان هو فعلا بيبقى لازم. بس الغايل اتمنه فيه. هو. هو لما يتعملوا. ما الحاجات دي على فكرة يا سيد ميشيل. ما يعرفش قيمة الحاجة الحلوة. الغالية غير فعلا حد. الزبط. الناس الواحد المتزوك الفنان. اللي عارف قيمة الحاجة. في بيته قطعة فنية تحت. صحيح. اللي عارف قيمة الحاجة. الاتنين عمودين اللي يتحطوا ضدن بعض بيبقوا. منظر ملكي. بزبط. مدخل ملكي. ده بالنسبة لي نحاس بول. خلاص كده. البول دي ده ده اسم المادة لت اللزقة دي اختصار كلمة بالانجلس. ايه بقى? اه لا هي مش بضاكرة دي. لا يعني اقصد اقول لا اقصد اقول ايه? يعني ده دي دي معمولة عشان في لزقة معينة. بالانجلس هي بتتعمل بيها. تمام. خلاص كده احنا كلمنا على. طيب تمام. في صور تاني ولا خلاص? اه خلاص. تمام. دول الاربعة المشهورين في ورق دهب فقط. تمام. في اه البودرة المبتن. دهب بودرة مبتن. في اه دهب الاستيكر. ده بيعامل زي اه حتك عارفة الدهب الاربعة وعشرين. اه اربعة وعشرين ده بيبقى ايه يعني. الدهب الزيع الملع لع. عينينا مش بتقدر تستحمله. ده الورق ده الاستيكر. تمام? ده بيبقى دهب اه لميع قوي. تمام? انا بشاركة. انا بستعيد عنه بالورق الدهب. ورق الدهب مجيزي بيدي نفس اللامعة حلوة. ورق الدهب ده زي اللابعة الختم التمنتاشر او الدهب التمنتاشر. تمام? لمعيته حلوة ولونه حلو وحادية. الورق الاستيكر ده بيبقى عام زي الدهب الاربعة وعشرين لميع قوي. تمام? احنا قلنا الورق الدهب قلنا البودرة المبتن قلنا الدهب الاستيكر قلنا اه فيه دهب في تنوع دهب اسمه دهب قراكليري هو المجزعة. تحس انه هو اه اكله قطع من جماعة جنب بعض زي الصدف. اوه عارفيا بيبقى شبه الكريستال كده شوال. تمام? هو مش لميع بس هو بيبقى اكله قطع دهب مجزعة جنب بعض. متخيلها. تمام? اه دي انواع الانواع الدهب. تمام. تمام كويس اوي. طيب ايه هي الموديلات اللي بيبقى عليها اقبال اوي يعني الناس دايما تيجي تطلوبها. اه اللي الطلب مني كثير اوي الصراحة اللي هو التربزة المدورة الست كراسي لو ينفع التجاه بصورتها. اللي هي انهو. التربزة المدورة الست كراسي. لو موجودة يعني الصورة. تمام. والبراز الستاند. اللي هو الملكي اللي هو ارتفاع ال 2.60 دي. دي؟ اه هي دي. دي اللي عليها الاقبال. بالضبط اه. دي عليها اقبال كثير. صراحة جميلة جدا. جميلة زوق رفيع وحتى الخامة باينة جميلة جدا. وكانت تربزة اللي هي ربعية الابعاد. اه شفناها دي اللي هي ربعية او. والبراز الستاند. اه. دي اللي عليها اقبال الحاجات دي. دول الثلاث حاجات دول عليهم اقبال كدير. تمام. احنا شفنا برضو في الموديلات والمنتجات بتاعتكم فيه المودرن. وفيه الكلاسيك. مين برضو اللي عليه طلب اكتر. الناس بتطلب ايه؟ بص يمكن انا عشان ميال الكلاسيك اكتر او الانتيك اكتر. فلا بحابب ده اكتر. بس ده ممنع عشان فيه ناس بتيجي عندي بتطلب مودرن. ولاحقا ان شاء الله قريب هيبقى فيه كيلو مارو مودرن. تمام. طيب ايه الموديلات اللي حضرك بتميل انك تعملها؟ بتطلب من كتير. اللي على طول. اه. طيب هل كده بقى يعني سؤال اخير بقى عشان ننهي الحلقة. الناس كده فاكرة ان الانتيكات والاساس والدكورات والحاجات دي رفاهية. رفاهية ولا مش رفاهية؟ هو مش رفاهية. ليه؟. فيه ناس متصورة ان الانتيكات دي فقط بجيبها عشان احطها فقط لغير تبقى فقط منظر. طيب براحة كده. هو حاجة لمنظر هي اللي تحط فيها خشب زان يستحمل او زان. هي لو منظر يبقى حط فيها اي نوع خشب. مش هيستخدم. لكن انا بحط فيها خشب زان. يعني حاجة تستخدم. حاجة تعيش. حاجة. اه. للعمر. اه محتاجة. مش للفرجة او رفاهية. لا. الحاجة اللي عندي بتستخدم. البيو ممكن يتحط مع غرفة تربيز او غرفة صفرة. صحيح. ويستخدم. طبعا هي اكيد كده. طبعا هي اكيد كده. طبعا احنا كنا عايزين نكمل. بس اكيد في حلقة تانية مع حضرتك. ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين كان معنا استاذ ميشيل صبحي. صاحب كده. رو مارو انتيكس. شوفكم في حلقة جاية.